يا صباح الخير على كل سيدة المشاهدين اللي بيشوفونا يوم جديد نهاركم سعيد النهاردة 15 فبراير 2019 احنا طبعا موجودين مع حضراتكم على مدار ساعتين على الهواء مباشرة ومجموعة متنوعة من الفقرات اليوم الجمعة بسمعوني في البداية صبح على أشرف زاكي أشرف صباح الخير يا دينا صباح الخير على كل سيدة المشاهدين قناة النهاء لايف في كل مكان واللي صحيم بدري بالتأكيد بيتابعونا انا حاسة ندينا سعيدة جدا نهاردة 15 فبراير لاين بتجري ومبسوطة أنا مش عايز الشتاء يمشي يا جماعة انت مش عامش شتاء جميل والله انا معنديش مشاكل في الشتاء ومعنديش مشاكل في البرد بس عندي مشاكل في التراب واه احنا فقمشية عشان عندي حسية فبتعب جدا فشكلتة يمسي جدا أن يعني ما فيش مشكلة من البرد بس مشكلة مع التراب وانا كنت طول عمري متعودة أن التراب دايما بيجي فوقت معين مع الربيع بس دوقتي نيجي فى الاول دي صعب كان فيه نصيحة لسه من يوم أو يومين من رئيس هيطة الأرصاد الجوية أنه إحنا يريد يكون عندنا فكرة ثقافة الكمامة أو الواقي اللي بيبقى على الوجه للحماية من الأتربة في الفترة اللي بيبقى فيها نوع من الأتربة زي ما قالت دينا علشان عنده حساسية اللي عنده مشكلة في الصدر اللي عنده مشكلة في الجيوب الأنفية وكلام ده كله عندنا فيه ناس بيقولك لا أنا شكلها مش صريف وأنا مش في الشارع لا أنا على طول بالكمامة في الشارع كويس أولا لازم كويس وده مهميا جدا ما حافظ على نفسنا في الكامي يوم اللي جايين وخلاص يعني تعدي على خير نستعرض مع حضراتكم فقراتنا للنهاردة طبعا شهر فبراير بيبقى شهر مليء بالأحداث الثقافية دائما بنبدأ بمعارض الكتاب وكمان بيبقى فيه جايزة سويرس الثقافية بيشرفنا النهاردة الروائي أحمد الملواني صاحب رواية الفابريكة الفايزة بالجايزة الأولى بتأكيد بنتكلم الفترة دي عن متوزيع التابلت ولدنا فيها السنوية العامة وامتحان التجربة اللي مرت بيه أو المرت بيصة في الأول السنوي هنتكلم مع الأستاذ طارق عبد المحسن وعضو نقابة معلمي مصر والخبير التربوي بالتأكيد وبدء توزيع التابلت والضمانات اللي الواحد الحقيقة أولية الأمور بيقدموها عشان الحفاظ على التابلت وصابورة زكية وفكرة في الأول وفي الآخر فكرة نظام التعليم الجديد وهو ده اللي بتهدف لي الدولة بإذن الله يكون عندنا جيل مختلف وجيل بيفكر برا صندوق وننسى بقى حكايتين نحنا ذكرنا وجينا في الامتحان دلقنا المعلومة ورجعنا ننسينا بعد كده موضوع الحفظ كمان يعني موضوع الحفظ نظام التعليم اللي لقيم على الحفظ ده متهالي سعب جدا بالضبط كده وأنا عندي أمل كبير جدا بأمانة أن نظام التعليم الجديد هيؤتي سمارهم على الأجيال الجديدة وده هينعكس بالتأكيد على بلدنا الحبيب صحيح تعريف الشخص السلبي وإزاي أن احنا نتعامل مع الأشخاص السلبية وإزاي أن احنا نبعد تماما عن الأشخاص السلبية اللي بيأثروا علينا وبيأثروا كمان على أداءنا سواء في العمل أو سواء في أي علاقات فإزاي نتعامل مع الشخص السلبي وإزاي نتعامل مع الأحداث السلبية في حياتنا هتكون معنا أستاذ زينب حسن مدرب حياة وهتدينا شوية تيبس إزاي نتعامل مع الأشخاص السلبين مهم جدا لأن ساعة الواحد بيقابلهم في حياته بيقابلهم في الشغل طب عايز أتعامل معه وعايز أرد عليه طيب هو شخص سلبي أنا مش سلبي بس بينعكس ده زي أنت بقلت عليه نحن سحيح فلازم الواحد بقى أنا أحضر الفقرة مع دين ذلك الفوز العظيم بالتأكيد رضى ربنا سبحانه وتعالى هو الفوز إزاي ربنا يرضى عننا ده لنعرفه النهاردة من فضيلة الشيخ أحمد بهجات خفاجي من علماء الأزر الشريف فقرة ندينية سبتة كل يوم جمعة نبدأ مع حضرتكو بس سمع معنا رياضة ومعنا تمارين إبا أشخاص كابتن محمود مصطفى وتمارين الزراع والكتافين بسرعة ونرجع مرة تانية بعد فقرة الرياضة